طبعا احنا شفنا المطش كتير مننا غضبانين زعلانين وفيه ناس يقول لا الحمد لله كويس اوش دعم وفضل حلو ان احنا فوزنا الضغوط دلوقتي اكتر بنسبة 70% ضغوطة على السنغال 30% على مصر مصر محتاجة تحافظ مش محتاجة تفوز لكن هو محتاج يجيب هدف واثنين وفي نفس الوقت لا يأمن خداع المنتخب المصري ومن سما الضغوط اكتر على السنغال طب لو بتسألني انت شايف نسبة صعود مصر الى كأس العالم قد ايه يقيني ان شاء الله 100% فعلا ايوا ويمكن يعني لو تشاكمت 75% عشان كل الظروف اللي كانت محيطة بالمنتخب المصري في المباراة واحساسنا جميعا ان احنا مضغوطين وكالة النتيجة النهائية هي فوز المنتخب المصري هتقول لي انه هدف انجول والله هدف انجول هدف جايب من العرضة جايب من الهوى من ربي التماس في الاخر النتيجة بتقول ان احنا فوزنا وهذا هو المطلوب تحقيقه واثباته ومن سما على طول كده نروح النهاردة في اللحظة يحب نتكلم فيها دي وبعد ساعة او حاجة ان شاء الله تهبط طائرة المنتخب المصري الى داكار وتبدأ الملحمة بكرة تدريب على الاستاذ الذي لم يتم لعب اي مباراة عليه الا مباراة ودية بين نجوم افريقيا الكدامى وكم منهم الكامتن والجمع اللي هو مدير المنتخب الحالي فبالتالي عارف الملعب واكيد وصف وحكى اخولا ماهر جنينة المراسل اونس بورت في كل مكان قال لنا ووضح ان ارضية الملعب ليست جيدة رغم انه ملعب لسه جديد لكن الملعب مش جيد والاهم ان هما نفسهم كسنغال ما لعبوش عليه من اساسه اه فيه خمسين الف سنغالي هيكونوا موجودين السنغال كلها على بعض عشرين مليون عشرين مليون انسان السنغال مصر كده يعني ممكن على بكرة نبقى مئة وعشرين مليون فاحنا قدهم ست مرات يعني شوف التحيز ايه بقى تمام؟ هنا بقى الموضوع المنتخب المصري اتحاد الكرة المصري الذي انشئ عام الف تسعمية واحد وعشرين مية وواحد سنة ده تاريخ الكرة المصرية مئة وواحد سنة ده اول كلام لكن من الامور الغريبة انه في المية واحد سنة صعبنا تلات مرات كاسعة فقط رغم ان احنا في افريقيا كاس امم اكتساح طب هل اعمل ايه في المطش اللي جاي النهاردة شوفنا صورة ليه كارلوس كريشو وبيقص شعره بيتجاهز بقى للاحتفال وخلاص بيدي ثقة لنفسه وثقة للعيبة وبيدي اشارات برضو لاخواتنا في السنغال الراجل واثق وبيقص شعره ورايح بقى يحتفل ان شاء الله بعون الله هنحتفل جميعا كل المصريين اللي يكونوا متواجدين وانا عارف ان الشيكي بريزنتيشن في طيارة هتطلع وان شاء الله في طائرات اخرى يبقى موجودين مشجعين مصريين متواجدين في الملعب ديامانيو ومهم جدا ان احنا نبقى متواجدين الملعب ده يقع في مدينة ديامانديو في ضواحي داكار الساعة خمسين الف مشجع وقيمة على مساحة اتنين وعشرين فدان اتكلف متين وسبعين مليون دولار اطلق عليه الاتحاد السنغال لقب عرين الاسود تم مفتاح يوم اتنين وعشرين فبراير عشرين اتنين وعشرين يعني اتنين وعشرين اتنين عاوزين انه يبقى حاجة مميزة يعني اول مورة رسمية هتكون هي مباراة مصر والسنغال ده ده الملعب اول تمام اول ملعب اول مباراة هتلعب في التاريخ هي بين مصر والسنغال على هزا الاستاد ان شاء الله نتيجة المباراة او ملخص المباراة ودي الصور اللي انتوا شايفينها بتاعت الملعب الملخص بتاعها ان احنا ان شاء الله نصعد كاسي العيوة انما الصور زي انتوا شايفين كده استاد جديد اه لسه يعني بالسلوفانة بتاعته زي بنقول لسه محدش يعني لعب عليه ارضية الملعب المفروض الكويسة لكن يبدو ان لسه يعني فيها مشاكل لازم اللعيبة تاخد بالها من الحكاية دي اما يروحوا بكرة تدريب الرئيس يعني والاساسي هشوف الملعب ويبشوا فيه وبتاع وهيفهموا ظروفه لا شك فيه هذا لكن المنتخب المصري مطالب بايه مطالب بانه ما يدخلش فيه جوان الحقيقة احنا هنا كنا بنقول اهم حاجة ما يدخلش فينا جون وفوزنا الحقيقة انه الاهم فعلا انه ما يدخلش فينا اي جون فيه استرغال قدراتنا على احراز هدف ده ممكن جدا جدا يحصل في لحظة 200 ممكن بتباش فيها الخمس دقائق ممكن بفاخر خمس دقائق لانه لو احنا تنين يعني المنتخب بس استمر فيه تعادله صفر صفر يعني وبحصلش اي حاجة اكيد المنتخب السنغالي اخر خمس عشر دقائق مضطر يهجب عشان يحاول يجيب هدف على الاقل ويدخل به وقت اضافي ومن سمى الخطوط كلها الخلفية هتبقى مفتوح هنا بقى هل كيروش ده من ضمن خطته من ضمن افكاره الله اعلم ممكن لا انا عاوز يفاجئنا ويفاجئ السنغال ويفاجئ وهو بيقص شعره هو تبحط الخطة وبيفكر كده تعارفين برضو يعني القعدة قدام الحلاء كده بتخليك تحلق فاذا ربما تحلق مع الحلاء وتعمل خطة كده جويسة بيستكيروش ويبقى يفاجئنا ويفاجئنا احنا كمان ويفاجئهم هما بان احنا بنعمل ضغط مثلا اول عشر دقايق قد نصلا نخطف فيه هدف او لو احنا عملنا كده وحتى لما نحرز فانت خلاص كل ما دقيقة كل دقيقة يا جماع بتمر في المباراة دون ان تحرز السنغال اية اهداف فده على طول بيضع ضغوط اكتر على السنغال ويقلل الضغوط على المنتخب وهكذا حتى اللحظة الاخيرة مع صفارة الحكم مصطفى غربان الذي نتمنى جميعا ان يكون موفق وانه يدي الناس واللعيبة حقها كفاية اللي احنا شفناه من ندالة هنا بصراحة يعني خمة فيه الاداء اللي مش مفهوم وانفعالي وغضوب وبيجري كده ما اعرفش ايه الحكاية بتاعت الافرقى اليومين دون بكاري جسامة ودوت وخلاف كيروش معهم يعني كان السبب الله اعلى واعلم لكن احنا محتاجين ان احنا ما نخسرش بس ويا حبزة لو استطعنا ان نحرز هدف يا جماله يا حلوته ده هيحصل جائز فيش حاجة بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى كل شيء ممكن يحصل الاجواء نفسها روايحها كده كأنها عارفين دخلة رمضان ليه ريحة كده تدخل اي محل اللي بتاعت تسمع اغاني رمضان فيه حالة كده الحالة دي حالته الصعودي لكأس العالم موجودة موجودة في مصر قبل المباراة حالة التناغم التنظيمي والروح اللي كانت موجودة اللي بالحقي طبعا سواء تذكرتي او بريزنتيشن على يعني التنظيم الرائع وانا اعلم يعني اخواتنا الاعزاء في بريزنتيشن اعرفهم جميعا وناس من من سنوات اعرفهم قمة في الاحترافية وقمة في النجاح والدليل اهو كنا شايفينه في مطش مصر والسنغال الاخير عشان كده في روايح كده في حاجات في الاجواء بتقول ان المنتخب المصري ان شاء الله طبعا ما فيش غير المشيئة ان شاء الله تعالى يصعد ودي الجماهير طبعا اللي كانت في الاستاد تمام الجماهير زي ما انتم شايفين كانت لها حالة والكل بيحتفل وكل فرحان وتنوع ممتاز ومميز من الجمهور وكان ضاغط لدرجة ان اليو سي سي اللي هو المدير الفني للسنغال اول تصريح يفتحه ويكلم بالسان وكده قال لك انا عاوز ان الجمهور بتاع السنغال اللي هيحضر يعمل زي جمهور المصري اللي كان حاضر ده اعتراف من اليو سي سي ان الجمهور ده اللي كان في الاستاد اللي البعض يعني بيشكك في قدرته على التشجيع كان له اثر لدرجة ان اليو سي سي المدير الفني للمنتخب السنغالي اول تصريح ليه هناك في السنغال عاوز الجمهور السنغالي يعمل زي الجمهور المصري فكرة التشيرت الاحمر وتشيرت المنتخب الحالة اللي كانت موجودة الاعلام بيطالب بكده ده الجمهور اللي كان موجود في استاد القاهرة ويقولك قد ايه ان هذا الجمهور كان يضغط عصبيا وزهنيا على المنتخب السنغالي بالحضور المكسف والحالة اللي كانت موجودة عاوز يعمل الفكرة عكسية عاوز بقى المنتخب الجمهور السنغالي هو اللي يبقى يعمل الحالة دي على المنتخب الايه المصري لكن احنا في اللحظة دي نعي تماما ان المنتخب المصري عارف هو عايز ايه وكارلوس كيروش عارف هو عايز ايه والجهاز المعاون كابتن ضياء السيد وكابتن عصام الحضري ومحمد شوقي وواق الجمعة عارفين كويس اوز ودول بالذات بقى الامانة عليهم جزء معناوي مهم مع محمد صلاح اللي شايل حمل المئة وعشرين مليون على كتفه وان شاء الله ينجح طبعا تفاكرين الصورة الشهيرة في مطش البرتغال الودي لقبل كاس العالم بعد ما صلاح احرز هدف في البرتغال في صورة كده شهيرة جدا طارق حامد راكب على كتف محمد صلاح الحقيقة ان في مئة وعشرين مليون راكبين على كتف محمد صلاح بصراحة والراجل والحقيقة قدهوا ادود الحمل اللي واخده هيقدر يكمل الحلم ده للاخر الحمل وصد الحلم هيقدر يشيل الحلم الحلم او الحمل الى الحلم بقول الله وبإذنه ما تيجي تشوف اخبار المنتخب هتلاقي انه غادرت النهاردة بعثة المنتخب الى السنغال استعدادا لمبروط الاياب دي حاجة يعني مش طبيعي الحاجة التانية انه جمال علام رئيس الاتحاد ورئيس البحث كويس الرحلة هتستغرق 8 ساعات طيران تمام متوقع انه المنتخب يوصل الساعة 12 او واحدة بالليل اليوم يعني في نفس الوقت نفى الدكتور محمد ابو العيلة طبيعي المنتخب معاناة محمد صلاح من اي اصابه كما تردد مؤكدنا اللعب تضرب مع زملاء بشكل جيد ولا يعاني من اي اصابه انا ما شاف مين معرفش على اي اساس في شائعات من نوع ده تطلع يعني لدرجة ان محمد الدكتور محمد ابو العيلة يطلع التصريح واحنا هنا تواصلنا معاه في قناة الزيالك اخونا الاستاذ محمد كامر رئيس التحرير تواصل معاه وقال انه فيه مفيش اي حاجة الراجل تمام وانتوا شايفينه في التدريبات او بتاعته النهاردة الصبح وانه هناك جلسات استشفاء خضع عليها اللاعبين اللاعبين في اليوم التالي المباراة من اجل ازالة الارهاق واكد ان غياب محمد عبد المنعم كان مؤكد لحاجاته لاجراحة في الانف فيما ظهر باقي اللاعبين بالطبع في حالة جيدة وده تدريب النهاردة المنتخب زي ما انتم شايفين النهاردة الصبح قبل ما يسافروا محمد صلاح هو بسم الله ما شاء الله واللعيبة في الدفاع الجوي نعم واللعيبة زي ما انتم شايفين وكان فيه اجواء طرفيهية جميلة كده وعلي جبر الشارك ورمي ربيعة المتواجدين وانا اتمنى من مستر كيروش انه وعنده رباعي دلوقتي في تمساك محمود علاء وياسر ابراهيم وعلي جبر ورمي ربيعة الاربعة بيتميزوا بقدرتهم على الرأسيات في الهجوم يعني اللي بلعبوا بالرأس كويس جدا في الهجوم نستخدم الحالة دي يعني ممكن لو جالنا كورنر ازاي نشتغل عليه مهم جدا اللعيبة دي تبقى موجودة انتم فاكرين كويس قوي في مؤتمر كيروش اتكلم على الكورنر ان ما لعبنا في الكورنر بيسألوه على الكورنر السابت قالك ما فيه كورنر وياسر ابراهيم حاول معاها ومعرفش هتعال معاها تريزي جيه واحنا عايزين بقى ان الكورنر ده عندك سواء بقى ايا كان اللي هتلعبه سواء بحمود علاء وياسر ابراهيم كالسنائي او علي جبر ورمي ربيعة المنضمين حديثا يعني الاربعة يقدروا اشتغل بقى الحكاية دي بقى عندنا محمد صلاح نقدر يبقى ربحة وبرضو الكورنر السابتة اللي من النوع ده عندك اتنين هيبوا كويسين ويقدروا يشتغلوا على الحكاية دي ولو فيه حاجة وقعت منهم ممكن نلاقي بقى مرموش نلاقي تريزي جيه نلاقي صلاح نلاقي السولية نلاقي زيزو عايز حسب بقى من اللي هيشارك يعني في نفس الوقت كيروش النهاردة اوجه رسالة تحفيزية للمنتخب قبل اللقاء وفيه رسالته على تويتر قال شباب مصر جاهزون للشوط الثاني نمتلك طاقة اقصر من اي وقت مضى بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي فلن نكون بمفردنا لنحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر نحن كلنا ثقة لاننا نعلم انه شيء اسمى منا جميعا نسعى ان نصل اليه وقد نراه قريبا ان شاء الله تعالى طبعا ونعلم نحن نعلم انه نقدر نقدر ان نفعلها لاننا جاهزون ان ندفع ثمن ان نلعب مباراة عظيمة ونقدم كل مجهوداتنا وتضحياتنا من اجل خدمة الجمهور المصري لكم التوفيق يا شباب مصر كارلوس كيروش هو حريف عاوز اقول لكم حريف وبيعمل جو كده كويس